هذا النظام اللي موجود لا ينسى ثقره ابدا طيب لو كنت حضرتك او حضرتك مغضوب عليك او مغضوب عليك هيبقى صعب انك تاخد حقك ده اذا لم يتم التنكيل بيك حتى لو كان انتمائك بقى ايه مش لازم تكون زي ما قالك الاول اصله اسلامي اصله بيصلي اصله هو مش عارف قالك عرفته منين اللي كانوا في التحرير اسلاميين قالك اصله اول ما العصر ازن اقاموا الصلاة وصله معادي ما المسلمين كلهم بيصلي ايه المشكلة يعني لكن انت بيتم وصمك بكل التهم وقت ما تبقى بس بتحاول تدفع عن بلدك طيب دلوقتي انت اسلامي بقى لبرالي علماني ملحد بس معارض للنظام ما ينفعش حتى لو مجرد موظف في منصب قضائي او الله الحكم بالقانون والمستندات والادلة ولكن بما لا يرضي النظام وده اللي حصل بالضبط في الحرقة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي المقرر بدايته في اول اكتوبر اللي جاي كانت ضحية المستشار سامي درويش من هو المستشار سامي درويش ده حضرتك اللي كان عضو هيئة المحكمة التي قضت بحكم بطلان اتفاقية التخلي عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنفير لصالح السعودية عام 2016 القضية الأشهر خلينا نفتكر الحكم التاريخي اللي رفض الخضوع والخنوع للسلطة نشوفوا صوت وصور اتفاقية تجليم الحدود البحرية بين جمهورة مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع في أبريس 2016 القضاء من التنازل عن جزيرتي تيران وصنفير للمملكة العربية السعودية مع ميطرة وزاك من أصار من أصار مخصصها استمرار هاتين لجزيرتين ضمن مقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية استمرار السيادة المصرية عليهم وخاصة تغييره وطعيمة بأي شكل طب إجراءه لصالح قاية الدولة وذلك عن حربات الإثبار عندناش قضاء يقولوا كده ويتسابوا ما فيش قاضي يقول كلمة حق مع النظام اللي موجود ويتساب تخالح نفع عشرين واحد وعشرين والنظام ما نسيش مش ناسي ومش قادر ينسى حكم من خمس سنين والله العظيم هتلاقي مثلا اسمه في الخبر ده اهو انزل كده بالخبر اللي معنا ده تعال مستشار بطلان التنازل عن ترانو صنفير طيب تعالوا كده نقرأ تفاصيل الخبر مع بعض قال لك حصلت السروق على الحيثيات الكاملة لحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية وما ترتب عليها من التنازل عن جزيرتين ترانو صنفير إلى السعودية صدر الحكم برئاسة مين؟ مستشار يحيى داكروري وعضوية المستشارين عبد المجيد وسامي درويش وهو ده اللي احنا بنتكلم عنه نواب رئيس مجلس الدولة وقالت المحكمة في حكمها غير المسبوك أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع الحرية والديمقراطية فيتسع نطقها في النظام الدكتاتوري ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية على طول تم نقله من المحكمة الإدارية العليا قال لك تعالى بقى يعني إيه؟ هنرقيك هنوديك هيئة المفوضين بالمحكمة طيب ربما ما يكونش دا العقاب الأول للمستشار سامي درويش بعد استبعاد ابنه عمر سامي درويش من التعيين في المجلس ضمن دفعة خريجي كليات الحقوق 2016 رغم إيه؟ إنه مش هيتم تعيينه عشان هو بنستطي المستشار لا لأنه هذا الرجل تخطى ما نستنى كده على بعض شوية عشان إيه؟ نحكي للناس الحكاية مظبوطة أيوة يعني هذا عمر دا تخطى كافة مراحل التعيين اكتازها نجح فيها والكشف الطبي كمان بل بالعكس دا حصل على تقدير امتياز وكتب بعدها تظلم شديد اللهجة ضد قرار استبعاده من التعيين في المجلس وطالب فيه بإعلان أسباب استبعاده أنا يا جماعة زعرف أنتوا ليه استبعدتوني أنا راجل امتياز اللي امتحانات كلها تم اكتيازها بفضل الله كشف الطبي تمام فأنا بكتب تظلم بسألكوا لماذا تم استبعادي ما هي أسباب استبعادي من التعيين في المجلس جبت الكلام دا منيني عم أحمد من الخبر دا العدل غاب عن مجلسكم ونص تظلم أحد المستبعدين من التعيين في مجلس الدول عندي بس هنا نقطة قبل ما أرى لك تفاصيل الخبر اللي معنا دا عايز أقول لك حاج افصل تماما بأن احنا كنا فيهم من الأيام بننتقد تعيين أبناء المستشارين لمجرد أن هم أبناء مستشارين آه ونفضل ننتقد دا طالما أن هذا الولد الإبن دا لا يرقى ولم يتخطى الاختبارات ولم يتخطى الكشف الطبي ولم يحصل على التقدير المناسب لأن يعين وما بين ابن مجتهد عدل امتحانات خد امتياز كشف طبي تمام وأبوه مستشار ما فيش ما يمنع بس لما يكون أبوك مستشار رفض أنه هو يخضع للنظام ويقول أن ترانو صنافير سعودية يبقى الموضوع يختلف وعشان كده حبيت أنوه عشان ما تجيب ليش إيه عيشة مع أمو الخير كده ودينا تتلغبط معاك لا نفهم الموضوع واحدة واحدة أهو يا سيدي نقرأ بقى قال لك فإن المجلس إن لمجلس الدولة الذي ترأسون تاريخا في صون الحقوق والله العظيم يا جماعة حتى هبلكوا من سياغة الكلام أنتوا شفتوا ناس قاعدين على المنصات القضاء مش عارفين يقلوا أيضا ولا ينطقوا الحكم اللي طالعين يقولوه ركز بقى معايا كده في سياق الكلام بيقول لك اتخرجت في كلية الحقوق جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية بتقدير ممتاز بالرفع مع مرتبة الشرف دفعة 2016 وحصلت على دبلومي الدراسات العليا في القانون والمعادلة لدرجة الماجستير في القانون وتقدمت للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة واكتست المقابلة الشخصية التي أجرها المجلس الخاص ولا توجد موانع أمنية تمنع من تعييني فسمعتي وسمعة أسرتي حسنة ووالدي قاضي بأعلى محكمة مما حكم مجلس الدولة وتم توقيع الكشف الطبي علي بناء على موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة وهو إجراء لا يتم إلا إذا اكتاز المتقدم للوظيفة المقابلة الشخصية والتفت وانتفت من جانبه الموانع الأمنية وهو ما تحقق في حالتي حيث كان اسمي من ضمن الأسماء التي استوفت شروط التعيين كافة ووافق المجلس الخاص للشؤون الإدارية على تعيين أو كمان صدر قرار رئيس الجمهورية طيب موقع المصر اليوم بيتناول خبر نقلوا لهيئة أو خبر النقل بقى لهيئة المفاوضين بالمحكمة طيب تعالوا نشوف كده مع بعض بيقولك مفاجأة مفاجأة يعني المصر اليوم بيقولك مفاجأة في الحركة القضائية لمجلس الدولة نقل القاضي والد صاحب تظلم العدل غابة عن مجلسكم من الإدارية العليا للمفاوضين بيقولك مفاجأة مين اللي بيقول المصر اليوم تمام تجو نقرأ التفاصيل ولا مش لازم نخش على التفاصيل قادي مجلس الدولة معانا هو قالك إيه بقى يا سيدي قالك كشفت الحركة القضائية لقضاط مجلس الدولة والتي اعتمدها رئيس المجلس أمس عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث تضمنت نقل المستشار سامي دارويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا من المحكمة إلى هيئة مفاوض الدولة وهو القاضي الذي تم استبعاد نجله من التعيين في المجلس وتقدم الإبن بتظلم على الاستبعاد تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفراد المصر اليوم بنشره وعرف باسم تظلم العدل غابة عن مجلسكم طب قالت بقى مصادر قضائية لنقل المستشار سامي دارويش من المحكمة الإدارية العليا هيئة المفاوضين يخالف لائحة المجلس والتي نصت على أن نقل أي عضو بالمحكمة الإدارية العليا لا يجوز لا يجوز إلا بعد موافقته أو بناء على طلبه وهو ما لم يحدث فيه قرار نقل دارويش معلش نكمل مع المصادر قالوا أن أزمة استبعاد عدد من أبناء كبار قضاء المجلس وبينهم نجل المستشار سامي دارويش دفعت بعضهم للتظلم من القرار ليأتي التظلم الأقوى والأشد فيه عباراته ومفرداته هو التظلم الذي تقدم به عمر نجل المستشار سامي دارويش والذي كتب فيه أنه تم تخطيه في التعيين واختيار من هم أقل منه في التقدير راجل حاصل على مرتب ممتاز مع مرتبة الشرف ويتم تعيين ناس أقل منه إيه القصة حكيتهاي لك في الأول وقلتلك الراجل ده ناجح مكتهد عنده امتياز تخطى كل حاجة بس أبوه قالت رانو صنافير إيه مصرية فما ينفعش أبوه يتنقل لهيئة مفاوض الدولة وهو كمان ما يتعينش يقدم تظلم مش مشكلة والمصر اليوم تقول إيه مفاجأة خلي بالك بالله عليك وركز معاي عشان من قول مفتاحة الملف ده ما جبت لكش حاجة من جيبي ولا من عندي ولا من تحت الرف ولا من مجابة المرحوم ولا من جيب بانطلونه لا ده كله من مصر اليوم وكله من عندك من بلدك وصحفتك وإعلامك وكل حاجة يعني الموضوع ما فيهوش أي مبلغة من أي نوع كله ظلم بس وكأنه أمر مش متوقع في مصر إنك تتظلم أنت وابنك تمام إنك تتظلم أنت وابنك مهما بقى كنت ماشي بالقانون مش مشكلة لأن أنت يعني أنت ماشي بالقانون فهي دي المشكلة إنك ماشي بالقانون أنت راجل وطني فهي دي تبقى مشكلتك إنك راجل وطني أنت قاضي حر مشكلتك إن أنت قاضي حر ابنك معامتياز مشكلته إنه هو جاب امتياز ومشكلتك إنك أبوه فالراجل يتنقل والابن ما يتعينش وهو ده وخلي بالك فيه قضاء كتير شرفاء زي هذا الرجل وخرجوا وتهجروا برا البلد وفي منهم اللي ما استحملش ورجع الكافة على وشه تاني ربنا يا ربي يثبتنا على الحق ويثبت كل قاضي حر على كلمة الحق والله كريم ترجمة نانسي قنقر